السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا مع أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعافيته النفسية العافية النفسية أو ما يسمى اليوم الصحة النفسية ذكرنا البشر الطافح على محياه والفأل الذي رغم كل الظروف التي مرت به لا يعرف للإحباط ولا للتئاب ولا للقلق من المستقبل لأنه موقن أن الأمور بمقادير الله سبحانه وتعالى القدر على التجاوز ممن أذاه ولا يذكر ولا يفتح أرشيف الماضي ولا صفحات أعداءه ويذكرهم ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم في سيرته أنه ذكر من أسلم بشيء آذاه قبل إسلامه إنما كان يستأنف حياة جديدة ويطوي صفحة الماضي ويفتح صفحة جديدة لمن أسلم ممن آذوه قبل إسلامه فهذه القدرة على التجاوز والعفو النقي لا تكون إلا من إنسان يملك قدرة ولياقة نفسية كاملة وهذا يأتي بالضربة والتدريب يعني الإنسان ممكن يقول هذا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو المثل الأعلى والنموذج لكن هذا الطريق هو كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا إن لم تبلغ الهدف فخليك يقريب منه بمعنى هذه من اهتمامات المسلم أنه يكون عنده قدرة على التجاوز قدرة على العفو مش يشيل ويحقد وهذا كله يأثر على صحته النفسية شوف الإنسان الحقود أو الإنسان الحسود إنسان متأكل هو الحقيقة إنسان متأكل لماذا؟ أول شيء يعارض أقدر الله سبحانه وتعالى ثاني شيء لا يستطيع تجاوز هذه المشكلة هي قرار في دخلك أنت تستطيع أن تجاوز هذه المشكلات وتعفو وتطوي صفحة الماضي إذا ما قررت ذلك تدل على عافية نفسية طيب ذكرت البعض موقفنا من دلائل العافية النفسية اليوم نستمر في حديثي عن صور ومظاهر من العافية النفسية التي كان يتألق ويتمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أذكر هذه الأمور لنعرف أين مكان التأسي أين مكان الابتداء في بعض الناس يظن ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هي اللحية والثوب والسواك ويترك جانب الخلق لا أهم شيء كان يظهر فيه بشخصيته هو أخلاقه وليس لباسه حتى قريش لما سمات الصادق الأمين وملك قلوبها وكان آسرا لقلوبهم ليس بلباسه ولا بشكله إنما بأخلاقه وزكاه القرآن حينما قال له إنك وإنك لعلى خلق عظيم وبيّن عليه الصلاة والسلام منزلة الأخلاق منها الأخلاق النفسية الأخلاق النفسية عدم تعكر المزاج عدم الواحد يشير في قلبه كما ذكرت قبل قليل الإنسان الحسود والحقود إنسان يقتل نفسه بالبطيع أما الإنسان يتجاوزه يرتحره وفيه أشياء خليهن على الله سبحانه وتعالى طيب من دلائل عافيته النفسية إنه هو يتعامل مع الطبيعة البشرية المشاعر والانفعالات باستواء باعتدال يعني لا كبت ولا طيش وقت الحزن يحزن الحزن لما تنزل به مصيبة أو شيء يوجب الحزن لا يكبت حزنه لماذا؟ هذه جزء من تكوين الإنسان يعني الحزن والهم اللي يهجم عليك ما تقدرش تدفعه كيف تتخلص منه أنك انت يعني تذر في الدموع أو تتألم وتعلن الحزن كما لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 17 شهرا من ماريا 17 شهر هذا فقد أولاده وفقد أولاده كلهم في حياته عليه الصلاة والسلام وكانوا في ريعان شبابه القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم فاطمة الوحيدة التي ماتت بعد موتي بستة أشهر صلى الله عليه وسلم فهذه السلوى لكل محزون لكل من فقد أهو خير الناس فقد أولاده في حياته إنما هو يحتسبهم احتسبهم عند الله ثم رفعه الله إليه المقام المحمول لما مات إبراهيم عمره 17 شهر يندوب كناغي يندوب أن تكلم والعين في الفترة هذه ما أجمله فإذا به يقبض شن قال النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن حزنه قال إن القلب لا يحزن يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه رجعون وبكى فأحد الصحابة قال يا رسول الله أهو تبكي أتبكي قال الله إنها رحمة إن القلب لا يحزن هم العرب كانوا يتنكبوا ويستنقفوا للعواطف ويرو الإنسان القاسي جلد لما يبكيش هذا معناها راجل هذا خطأ هذا الدموع تبرد حرارة القلب الكمد والضغط اللي على القلب والسخونة لا تبردها إلا الدموع وهذه الدموع لا تنافي الصبر ولا تعني الجزع ولا اعتراض ولا التذمر من أقدار الله فهذا الحزن جزء من تكوين الإنسان كما الفرح جزء من تكوين الإنسان كما القلق كما الحب كما الكره كما البغض وهكذا كيف الإنسان يريد أن تخلص من مشاعر المتجذرة في تكوينه مستحيل فيقول عليه الصلاة والسلام يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا هذا التعامل الطبيعي مع المشاعر والانفعالات بالاستواء واعتدال من غير كبد ولا طيش ولا يتحول ذلك الحزن إلى أحزان متواصلة لا أو كآبة دائما بعض الناس كل عام يدير ذكرى للأموات حتى في العيد هذا مخارف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنا لاحظ في الأعياد ذكرى وفاد يمر علينا العيد وأنت ليس موجود معنا يا أبي ويا أخي يا أخي يوم العيد يوم فرح مش ذكر أحزان تنبي على صوت السلام مرة بجبل أحد مرة بجبل أحد بيشتعف كيف يتعامل مع الأحزان جبل أحد أو ما تذكر 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 شو هده أحد صحو الله وتذكر حمزة وابن مضعون وفلان والمثلى بيثث الصحابة النبي لم يتذكر ذلك وعلم الصحابة ألا يستدعوا الأحزان الأحزان تمر ولا تستقر فلما رأى الجبل ماذا قال قال جبل أحد جبل نحبه ويحبنا يعني معناه الحزن لما يمر ما يقالش متواصل لين نهار ويربعنه وله سنة وحاط يد على خد لا 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 يعيش الحالة ويستجيب لها ثم يعبرها إلى حالات الحياة المتجددة والحياة واسعة والحي أحوش من الميت كما قال أبو بكر رضي الله عنه كذلك الفرح إذا تم مر به فرح فتراه يتجاغب مع المسارات حتى في الأعياد في الأعياد كان يظهر الفرح يرى أن الفرح عبادة رغم أنه قد فقد شهيدا وفقد أصحابه وفقد بناته وحتى في ساعات النصر مرتجي حزن أنه أضحك وأبكه سبحانه وتعالى لكن وقت الفرح يعطي للفرح مساحته ويظهر أثر السرور على وجه المبارك وكان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر أي كأنه إذا سر عنه وجاء خبر مفرح أو مناسب كان عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر أي كأنه قطعة قمر من اللمعان والجمال والاستنارة وكانوا يعرفون استنارة وجهه إذا سر ويعرفون أنه مسرور إذا رأوه يعني رأوا الاستنارة على وجهه ومعياه ورأوا لمعانه وكان أصحابه يعرفون ذلك ويعرفون إنفعالات الفرح ولا يمكن أن يتجاوزها يعني حتى الفرح لا يذهب ليلة طيش وخفة ومخالفات أيضا الغضب أحيانا يأتي موقف غضب يتعامل هذا يدل عليه يدل على استيواء واللياقة الصحة النفسية وعافية النفسية إذا غضب لشيء يغضب يغضب لماذا؟ لأن لأن هذا جزء من انفعالات الإنسان يعني عليه الصلاة والسلام إذا غضب عرفت الكراهية في وجهه وربما احمر وجهه إذا غضب كأنه الصبغ الأحمر وكأنما يفقع في وجه الرمان من تلوبونه وحمراره هذه الانفعالات الفطرية حتى إن حدثت لا يتجاوزها إلى بغي يعني بعض الناس لما يغضب يطغى ويفعل ما لا يحمد ونقول لك أنا إذا غضبت معايش نمسك روحي لا هذا طيش وهذا استسلام استسلام لدوافع ودوافع ودوافع الغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تغضب مش معناها لا تغضب إنما تغضب مش ما يجيكش غضب لا أي لا تستجب لدوافع الغضب لأن الإنسان لما يغضب يتقد قرارات غير رشيدة قضا ما يقتل يطلق يدمر يكسر صح تغضب لكن ليس الشديد بالسرعة كما قال عليه الصلاة والسلام السرعة الذي يسرع الناس يقول له واحد ينزل وقلها ينزل لك يقول له والله منك راجل يقول له لا أنا راجل وقلها كأنك راجل يطلقني عادي يطلقها لا مش شك اضبط انفعالاتك واقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم هذا الانفعال يضبط فيه دل عليه على لياقة نفسية وعافية يعني لا ينفس عن غضبه ببطش أو طيش يضرب وكذا ثم يعذر نفسه وأنه كان غضبان لا لا يغضب لكن لا يستجيب لدوعي الغضب هذا الاستواء في ظهار المشاعر بحيث لا تكبت ولا يتنكر لها اليسان يغضب مجيش واحد يقول له سبحان الله انت كيف والله ما حسبتك تغضب لها الدرجة والله واحد يقول له انت شيخ وتغضب شين هو يعني بيتبوه بليد بيغضب بش ناس يغضب العبرة مش بالغضب لأن الغضب جزء من كينونتك من مشاعرك الخطورة هو في الاستجابة للغضب لانا في ناس فيهم طيش فالد كم من بيوت دمرت بغضب موقف تافه موقف تافه بين رجل وزوجته بين اثنين اصحاب زعله بعد علاقة طويلة ومديدة في موقف ما يستهلش يغضب زعلني خلاص رقها لي لا 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 هذا يدل على انه ما عنداش الانسان هذا ما عنداش عافية نفسية عنده تشوه عنده ردود تفعل غير غير صحيحة تغضب لكن اياك ان تتمادى وتتجاوز المدى لان تداعيات المبالغة في الغضب او في المشاعر واستدامة الاثر هذا يدمر العافية نفسية ولذلك لما قال لا اوصني يا رسول الله قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني لا تغضب قال لصحابي كان عنده صنعة غضب كان عنده صنعة غضب فاراد انه حاجة ويعطيه شيء يقلل من هذا الغضب يقولنا انت مشكلتك اترك دوافع الغضب لان فيها اشياء ما استهلنش فالانسان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم انه كان يتعامل مع مع مشاعره بشكل طبيعي جدا انفعالات غضب حزن فرح يعطيه كل شيء مجاله لكن لا فرح فيه طيش ولا غضب فيه استمرار حول تدعيات هذا الغضب هل معناه ان الانسان قد ملاكك ليس فيه مؤثرات لا بالعكس انسان فيه مؤثرات العبرة بالاعتدال الاعتدال يدل على وجود العافية النفسية والنبي صلى الله عليه وسلم من مما هو ظاهر فيه شخصيته انه يمتاز بهذه العافية النفسية ايضا من مظاهر عافيته النفسية ونحن نتكلم عن احوال المصطفى والعافية النفسية او الصحة النفسية ان النبي عليه الصلاة والسلام برغم المسؤوليات الكبرى وجلائل الاعمال التي كان يتحملها والشدائد التي كان يواجهها كل الظروف الا انك يعني تلحظ في حياته انه بعيد عن التوتر بعيد عن القلق بعيد عن التشوه النفسي بعيد على ان يكون في عجلة من امره يستعجل بسرعة على طول هيا لا 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 يعني الذي يتجلى في شخصيته هي تلك السكينة والطمأنينة والرفق في شأنه كله في شأنه كله كان رفيق متأني ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف العنف هذا يدل على انسان عافية نفسية مش كويس وانتم عارفين الادواء النفسية هي اسباب رئيسة للأدواء او الامراض العضوية كم من الأمراض هي بسببها نفسي صار اختلال نفسي الأعضاء لا تؤدي فعليتها فطلع على مرض هذا ومرض هذا يقول له يا راجل خلي نفسيتك كويسة حتى سبحان الله المريض يقول لك من أسباب استجابة الدواء الحالة النفسية التي يمر بها المريض أسمع فيه دكتور مرة دكتور أمريكي يقول أخطر مرض يفتك بقلب الإنسان شنو هو قال الحزن الحزن هو يدمر قلب فعلا لكن الإنسان لما يستجيب لدواء الحزن ويقول ديموبة الحزن تيضع في جسم ينهار ولا النبي عليه الصلاة والسلام في عافيته النفسية يأتي الحزن موقف لكن ما يخليه داهم ولذلك كل من تتبع سيرته يجد أنه بعيد عن القلق بعيد عن التوتر سكينة هادي رفيق يصبر يعني يقبل على الشيء بتأني وتجد في شؤونه كله نعمل الاستواء لا تنظر إليه في حال أو عمل إلا ظننت أن هذا عمله الذي لا عمل بعده كأنه المره يديره فلا توتر ولنفعال إنما السكينة والرفق والهدوء وهدوء البال وعدم الاستعجال هو عليه الصلاة والسلام يعني تلاحظ في حجة الوداع حجة الوداع نازل من ذهب من ميناء إلى عرفة وينزل من عرفة إلى مزدنفة بعدين ينزل إلى من مزدنفة إلى ميناء يرمي الجامرات ويحلق وهذا كله هذا كله عليه الصلاة والسلام يعلم في الناس يقول خذوا عني مناسككم مية وثلتاشن ألف حاش تخيل ويأتي من هنا ويأتي من هنا ويكلم فيه من هنا ومر رديفة وسامة ومر رديفة الفضل بن عباس رضي الله عنه الرديف الذي يراكب خلفه على ناقته وثم لما نزل ودفع من العرفة والناس مندفعين يمسك في في خطام الناقة ويقول السكينة السكينة فليس البر بالإضاع ليس البر يعني الخير والطاعة والقرب بالشدة والتوتر والقلق فلما تشوف اليوم هذا كله ثلاثة أيام في الحج مستغرق للإستنزاف الذهني والنفسي والبدني لكن كل من يقترب منه يجد الهدوء يبارز عليه لأن مسألة الهدوء يا إخوة والرفق هو قرار أسمع لما تب تقرر تجد هادي حتجد هادي ما تقول ليش والله أنا طبعي هكي ما طبعي هكي وكان يقولوني أنت طالع البوك واحد يقول له طالع الخالة واحد يدفوه لها في الطواجين باش يبرر الروحة أنه هو طبعك لا 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 النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن هذه المسائل تأتي بالتدريب إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله مسألة هي مسألة وقت ورياضة هذا الكمال البشري لدى النبي صلى الله عليه وسلم والاستواء النفسي هذا نقول لك هو من نعيم العيش رأوا الهدور والطمأنينة والضبط الانفعالات والأعصاب والتمشاي والتجاوز وعدم وجود الأحقاد هذا من نعيم الدنيا خذ مني حاول في حياتك إنك أنت تقرر إنك أنت ما تكرهش حتى اللي يزعلوك ما تكره همش طلع كرف من قلبك وطلع حط ميكان حب حتى أول من يكسب هو أنت أول من ارتاح هو أنت شوف قلب الإنسان هذا زي زي شوف الدار نحن الدار الموجودين فيها الستيديو كل ما يفد إليها وافد تمتلئ 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 بدي يقول لا خلاص تعبت صح الله إلا القلب كل ما يخش لوحي يتوسع كل ما تحب يتوسع بمعنى كل ما أنت تتعد عن مشاعر الكراهية وتفعل مشاعر الحب ويكون عندك اعتدال ومعيار من الاستيواف الحكم على الآخرين حترتاح نفسيا ولذلك ذكرت في عبارتي أنه من نعيم الدنيا وطيب الحياة هو قدرة الإنسان على التجاوز قدرة الإنسان يقرر أن الله يستجيب للغضب نسيان الماضي نسيان الذين آذوكوا تعطيهم صفحة جديدة توحد ممكن يسمعني يقول أنت معقول أنا بننسى ما قلتكش أنسى معناها طلع من ذكرتك تجاوز بمعنى لا تستدعيه أكيد أي إنسان لا ينسى كل من أذى مستحيل هذه ذاكرة في الإنسان لكن تتجاوز ما معناها ما عشت استدعيه دار لي ودار لي دار لي ودار لي شك بتحصل منها أنت شك بتحصل منها حتى بالذات إذا أقبل عليك وهذه مجالات التأسي مجالات التأسي به صلى الله عليه وسلم فخلاصة الأقوال في مسألة العافية النفسية أن عليه الصلاة والسلام بقدر ما كان معافا في بدنه كان معافا في نفسه ومشاعره مرات تكون إنسان ما شاء الله طول في عرض في ثلاث أبعاد لكن عندها أزمة نفسية معقد مزاش لما النبي قال من جاءكم ترضون دينه وخلقه يقصد الخلق المزاجرة صح والله مرات حتى عندها تدين لكن تدين معوش تدين معوش عند عقد نفسية عقد نفسية معنى صحيح البدن لكن ليس صحيح النفس ليس صحيح المزاش كثيره التنون زعال حاصل في روحه هذه مشكلة إنما العلمه بالتعلم بالتدريب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عند عافية البدن والقوة لكن عند عافية النفس العافية النفسية أو الصحة النفسية والدليل على ذلك ما ذكرته البشر والابتسامة هذه أي إنسان يشوفه يقول سبحان الله دين يضحك وشوف الناس سبحان الله لدائمين الابتسامة والدعابة تنقى مرتحرة أما الإنسان المعقد وخاش في روحه وخاش بكل شيء يحسابه في نفسيته في اهتزاج غير مرتاح ولذلك ذكرت لكم أن من من دلائل الصحة النفسية هو البشر والتفاؤل والبعد عن الشكوك بعيد عن الشكوك والتوجس من الناس وهذا خير وهذا بشعر لا 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 يقبل الناس على الظاهر ويترك سرائرهم إلى الله ما يدخل قلوب الناس كما قال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا عن بطونهم يعني لا عن بطونهم يقصد عن أرزاقهم من نجابه هذا من الحلال من الحرام هل يشت تتبع في أحوال الناس هذا يضرك أنت من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أيضا من الصحة النفسية كما ذكرت استئناف العلاقات أي إنسان له سوابق من العداء فوته حتى لما واحد تشوفه اذكر الجوانب المضيئة في حياته أما تستدعي الإرشيف المظلم المعتب مش كويس ولسيما إذا جاءك مقبلا وجاءك بيفتح صفحة جديدة القدرة على الصفح والتجاوز دليل على أيش على العافية النفسية الأمر الآخر هو الاعتدال في الفرح والاعتدال في الحزن والاعتدال في الغضب لا يمكن الإنسان يكبت مشاعر لو واحد مات لحبيب ولو بكاء ويبكي شو المشكلة بكى الأنبياء والصالحون مش يقول لك لبكاء مش للرجال بتبني اللقين هذه تبني ما نشوف فيهم زي صخر جسين مش حتى يبكوا خيبكي يا رجب بكى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لك مزق ثيابك واعترض عن قدر الله إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك عينه صلى الله عليه وسلم تدمع وهو سيد الصابرين وإمام الراظين بقضاء الله لكن هذه بشاريته تشوفوه يقول لك يبكي فلاند يبكي ونص طبيعي هذه ما يبكيش بش بشر إنسان قاسي جلد صخرة وهذه كانت عند العرب فأراد الإسلام يطلح من هالتحجر إلى الإنسانية التي لا تكبت المشاعر في نفس الوقت لا يتمادى مع الأحزان يتجاوزها يعني يعطيها قدرها ولا يعطيها أكثر مدىها فهذا كل العافية النفسية تستدعي سكينة وطمأنينة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان يقدر يستدعيها برغم ضخامة الأعمال ورغم حالة التوتر والقلق ورغم الظروف التي مر بها من فقد وغنى وفقر ومرض وعافية وخصوم وموافق ومخالف وأعداء شوه وعرضه صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك لكن مع هذا كل كان الهدوء والطمأنينة لماذا؟ لأن الإنسان الذي يفقد ركيزة السكينة والطمأنان لا يمسك لسانة ولا مواقفة والناس تمسك لها ما قال لذلك ديما ننصح لا تكتب شيئا ولا تتكلم وأنت في حالة توتر وقلق لا تكتب بسط ولا منشور ولا تسب ولا كذا حيمسكوها عليك يقولوا هذا قال وقال وقال هي مش كويسة حتى نفسك ليش؟ يدل أنك أنت إنسان متقلب المزاج وهذه بعيد من العافية النفسية وأنت أسير الموقف عارفين أسير الموقف تأسر فيه الموقف الفلاني يحكم عليه ويتخذ قرار هذا كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم فمن حسن التأسي أن نستدعي مواقف عافيته النفسية ولذا قال الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فاللهم صلي وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى الملتقى مع حال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته